لسه بتكلم حقكو عليمي شوية مهمة او التقرير ده جدا تقرير في غاية الاهمية هم اللي بيقولوا مش احنا اللي بنقول هم اللي بيقولوا تعلموا من مصر كيف تحمي حدودها الاسرائيليون يتحدثون عن الجدار المصري العازل قرب رفح وبيقول شلوم بروش اللامي أستاذ العلوم السياسية في جامعة العبريية في القدس وده طبعا بيقول بيوجه رسالة للحكومة الاسرائيلية بيقول لهم عليكم ان تتعلموا من مصر وازاي مصر تحمي امنها القومي واللونف وقال في محاضرة في مقال كتبوا على احد المواقع الاخبارية الصهيونية انه مصر بتبني او بتعمل منطقة كبيرة في سيناء وقال انه اللي بتعمله مصر ده في امر في غاية الاهمية وانه ده طبعا بتعمل اجراءات عشان تأمن حدودها وتأمن شعبها واتكلموا وبعد كده وسائل اعلام اخرى ومواقع اخرى اتكلمت على اللي بيتم في سيناء في منطقة في رفح المصرية وقالوا ان مصر بتعمل يعني تفاصيل كتيرة جدا وبيتبني وبيتعمل طبعا احنا بنعمل زي ما قلت الحالكو منطقة لوجستية بس هم متابعين كويس اوي بيشوفوا كويس اوي بيعملوا وبيحللوا كويس اوي لدرجة انه جابوا صور الاقمار الصناعية وحللها محررين في وكالة اسشياتي بريس الامريكية على اللي مصر بتعملوا في هذه المنطقة وقالوا انه مصر نقلت عندها مدرعات وحاملات جنود وقوات كبيرة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة وقالوا وبيقولوا هو كل ده مصر بتعملوا ليه هم بيسألوا يعني هم بيقولك الاقمار الصناعية رصدة ومصورة ووكالة الانباء الامريكية الاتشياتي بريس بتحلل الحكاية وبيسألوا هو مصر بتعمل كل ده ليه وبعدين بيتكلموا على المعلومات اللي في هذه المنطقة وإيه اللي مصر ممكن يعني تقوم به في هذه المنطقة تحديدا فطبعا هم بيرصدوا كل شيء وإحنا موجودين في أرضنا نعمل اللي احنا عايزينه كيف هم عاشقنا زيهم بقول كده وهم طبعا بيقولوا بيدوا رسالة لحكومة الإسرائيلية تعلموا من مصر شوفوا مصر بتأمن وامناها القوم بتحميز زي خلي بالك ده أمر مهم أمر مهم أنا بقوله لمشاهد الكريم العدو يبقى شايفك إزاي العدو العدو يبقى شايفك إزاي ورصدك إزاي وهون بيتكلم على أمنك وسلامتك وبقول لهم شوفوا مصر بتعمل إيه ما تعملوا وتفكروا تعملوا زي مصر بتأمن حدودها وتأمن سلامة شعبها شكرا